ماذا عن كهرباء؟ ماذا عن محمد عبد المنعم؟ طيب محمد عبد المنعم فيه رغبة من اللاعب نفسه انه يكون خارج النادي الاهلي اللي خوضت اجربة احترافية اوروبية نهاية المساعدة ماشي عند عروض؟ بص هو عنده كلام بس لسه ما فيش حاجة وصف النادي الاهلي عنده كل مفاوضات ولكن لا متاصر اذا النادي الاهلي بشكل بسمي وفيه رغبة من اللاعب انه عايز يمشي سوائل دلوقتي لو جاله عرض اوروبي فممكن يجيله في شهر ستة او يجيله في اوائل سبب ما هي دي بقى المشكلة الموسم عندك لسه مكمل واي نادي حياخدك محتاج ان انت تبقى موجود مع الفطفة الاعتاد بالزبط كذا وارك جدا يحسن زي حمدي فتح السنة اللي فاتت حمدي فتح ماكملش حمدي فتح يخلص وطلع على الوقف بس كده وقتها كان الاهلي عنده وفرة في العيب الوسط تمام ما هو انت دلوقتي عندك يا سبريم وعندك ربيع وعندك خدع فتح موق التوظفه وعندك محمد هاني ممكن تتحل وممكن وفقا لتأدير بقى يعني مشهور محمد عب مانع مع نادي الاهلي وانه هو كان احد الاعمال اللي بيعتمد على النادي بشكل اسمي بس احتلاج الاهلي هيبقى الموضوع صعب ما هو انت لو انت هو مطلعش دلوقتي مفيش نادي حيخليك تطلع في شعر تسعة او شعر تسعة احنا الموسم بالنسبة لنا احنا مش عارفين الموسم هيخلص امتا فانت عشان تسمع عم مانع في شعر تسعة مفيش نادي في اوروبا هيقبل حاجة زي كده صحيح فيبقى الامر دايما معلق لغاية اشعار اخر تمام